وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والبقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فقد قامت الوزارة اليوم بإجراء فحوصات لعدد من العمال الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات الخارجية سواء للمطاعم أو المحلات التجارية التي توفر وانشطة تجارية عبر خدمة التوصيل وتأتي هذه الخطوة الاحترازية ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس وإجراء فحوصات عشوائية لمختلف قطاعات عمل العمالة الوافدة وقدمت وزارة الصحة الشكر والتقدير لأصحاب ومالكي هذه الشركات على تعاونهم الكبير مع الوزارة وما أبدوه من حس وطني مسؤول عبر التعاون مع كافة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة من يشتبه بإصابتهم وإجراء الفحوصات المختبرية لتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة بالحجر الصحي الاحترازي لمدة أسبوعين حسب الإجراءات الوقائية المتبعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر